بعد أن تسبب بسقوط ثلث العراق بيد تنظيم داعش وما رفقها من انتهاكات ضد الإنسانية وتأسيسه لميليشيات ابتلعت الدولة خلال فترة ترأسه للحكومة هو نور المالكي يشيد بتجربة حكم الأحزاب الدينية وكيف أن لو لاها لما كان هناك شيء اسمه العراق مقارنا بين الأوضاع ما قبل وبعد 2003 عد معي إلى قبل 2003 كيف كان العراق وعود معي إلى 2003 فصاعدا كيف كان العراق أنا أقول لك لم يكن هناك عراق المالكي ووفقا لوكالة فرانس بريس أدرج اسمه ضمن أبرز وجوه العملية السياسية التي تركت العراقيين فريسة للإحباط خلال تغطيتها للذكرى العشرين لغزو العراق وفشل الحكومات في إدارة الدولة المالكي حليف إيران الأول وميليشياتها بحسب وصف وكالة رويتارز لم يأتي ترويجه لحكم الأحزاب الدينية من فراغ خاصة وأن الميليشيات الولائية المنضوية ضمن الإطار التنسيقي والمشكلة لحكومة السوداني لا تخفي رغبتها بتطبيق النظام السياسي الإيراني في العراق أي استنساخي ولاية الفقيه في طهران ببغداد وفق أحدث تقرير صادر عن صحيفة أوريانت الفرنسية وعلى الرغم من تأكيد معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن حكومة الإطار جعلت العراق أقرب لإيران أكثر من أي وقت مضى إلا أن المالكي ينفي أي تدخل خارجي لتشكيل الحكومة الأخيرة وهو ما حاول السوداني جاهدا الترويج له بشأن عدم وجود تدخلات إيرانية من مراحل تشكيل الحكومة ومفاوضاتها العسيرة وصولا إلى الكابينة وكذا ما شفت ولا صادفني موقف في تدخل أو صايا أو فرض نفي السوداني زمنه تصريح لأحد شركاء العملية السياسية يكشف حقيقة تحكم إيران بالقرار العراقي عبر أذرعها حزب الدعوة وغيره من الأحزاب التي لا تجد حرجا في إعلان ولائها لنظام ولاية الفقية كان نشاط فرق الموت التي تستهدف الناشطين والمتظاهرين وفق فتوى خامناء هي إحدى أشكال إدارة الأحزاب للحكم في العراق والتي يعتبرها المالكي ناجحة وبملء فمه نعم بملء الفم أقولها بملء الفم وبتحدي اشتركوا في القناة